اصدل الستار على منافسات الجولة التاسعة من دور كاس الأمير محمد من سلمان للمحترفين مساء الثلاثاء بعد ان شهدت سبع مواجهات تسجيل واحد وعشرين هدفاً كانت حصيلة لسبعة انتصارات للفراق أما المباراة الثامنة فقد انتهت بنتيجة التعادل السلبي بداية المرحلة التاسعة كانت بلقاء الباطن والنصر في حفر الباطن المباراة انتهت بفوز النصر بهدفين لهدف مما أدى لارتفاع رصيد أصفر العاصمة للنقطة السابعة في المركز قبل الأخير بينما بقي أصحاب الأرض في المرتبة العاشرة بإحدى عشرة نقطة وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر كسب الهنال مضيفه القادسية بثلاثة أهداف لهدف ليواصل أزرق العاصمة صدارته لترتيب فرق الدور باثنتين وعشرين نقطة فيما تراجع بن قادس للمقعد الثامن بثلاث عشرة نقطة وفي بوريدة وتحديدا استاذ مدينة الملك عبدالله الرياضية أكرم التعاون وفادة ضيفه الشباب بأربعة أهداف نظيفة هذا الانتصار أوصل السكر للنقطة الرابعة عشر في المركز الرابع أما الليوث فلا زالوا في المقعد الثالث بخمس عشرة نقطة وعلى أرض استاذ مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرايا انتهى لقاء الاتحاد بالرائد بالتعادل السلبي ليرتفع رصيد العميد للنقطة الرابعة عشر متراجعا للمرتبة الخامسة بينما تقدم رائد التحدي للمركز الحادي عشر بإحدى عشرة نقطة وفي دير بالجنوب الذي استضافه استاذ مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية قال بضمك تأخره أمام أبهى بهدف الانتصار ثمين بهدفين هذا الفوز منح ضمك الوصول للنقطة السابعة في المقعد الأخير بما تراجع أبهى للمرتبة الثانية عشر بإحدى عشرة نقطة وعلى أرمى العمدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة تغلب الاتفاق على شقيقه الفيصل بثلاثة أهداف نظيفة ليتقدم فرسان الدهناء للمركز السادس بأربع عشرة نقطة أما عناب سدير فتراجع للمقعد السابع بثلاث عشرة نقطة في مكة المكرمة وتحديدا استاذ مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع واصل الوحدة انتصاراته في بطولة الدور للأسبوع الثاني على التوالي حينما كسب نظيره العين بهدفين لهدف ليرتفع رصيد الفرسال للنقطة الثانية عشرة ويرتقوا للمرتبة التاسعة بينما بقي العين في المركز الرابع عشر بسبع نقاط أخيرا وصل الأهل مطاردته للهلال المتصدر بعد أن تجاوز ضيفه الفتح بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض الملعب الرديف باستاذ الجوهرة المشعة بجدة الراقي وصل للنقطة التاسعة عشرة في وصافة الترتيب فيما بقي النموذج على نقاطه العشر وتراجع للمقعد الثالث عشر